حذر اتحاد علماء المسلمين في العراق مما اسمه بنك داعش الارهابي مؤكدا أن الكفالات هي أشبه بنظم البنك في مفهوم تنظيم داعش من خلال توزيع مبالغ مالية على أسر التنظيم ودعمها بين فترة وأخرى لتبقى ضمن مسارات فكره وخنوعها لإرادتها متى شاء وقال رئيس الاتحاد في ديالة جبار المعموري نظام الكفالات عاد مؤخرا وهذا الأمر مصدر قلق وتهديد للأمن ليس في ديالة فحسب بل محافظات أخرى موضحا أنه لم يتم تشفيف منابع الإرهاب وهناك دول لا تريد الخير والاستقرار للعراق والدليل ضخ الملعين من أجل منع وضع نهاية لتنظيم قتل نحو نصف مليون عراقية وشدد على أن بنك داعش في إشارة إلى نظام الكفالات يستدعي خطة ممنهجة لكشف مساراته وطرق تمويله السرية واعتقال موزع الكفالات لأنهم الأخطر في حلقة التنظيم في إيصال الأموال إلى خلائها النائمة ترجمة نانسي قنقر